اسمحولي أن أنا يعني النهاردة أرحب بديوفي اللي هيكلموني كمواطنين مصريين الأول عن انتباعهم وهم شايفين هذا الإنجاز ثم كمتخصصين وأسادزة للعلوم السياسية ضيفي الدكتور مصطفى بدرة الخبيل الاقتصادي أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك وضيفي الدكتور أشرف سنجل أستاذ العلوم السياسية بجامعة برسايد أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك دكتور مصطفى شفت النهاردة الافتتاح ازاي يعني غير ان انت متخصص شفتو كمصري ازاي انا بشكر حديقة على استضافتك الكريمة وبعدين اسمح ليقولك ان انا فخور ببلدي الحمد لله بشوف فيه انجاز يوم بعد يوم بيتحقق فيه حاجة دايما بحاول ان انا اقولها لكل الناس ان فيه حاجة زي ما فيه حاجة اسمها امن قومي كده الحفاظ على الحدود فيه حاجة اسمها امن قومي اقتصادي ازاي ان انت تستغنى عن الاستراد وازاي ان انت تنمي نفسك بنفسك ان يكون عندنا تخطيط ورؤية ان احنا نرفع قدرتنا الاقتصادية بأيدينا هذا انجاز واعجاز ليه لان حضرتك تفضلت كده في السرد حديثك على الانفاق دي يمكن الناس كتير معلش مش يبقى متخصص مش عارف النافاق قطره ايه والكلام الكبير اللي انت بتقوله ده ولكن لما تقوله النهاردة ان انت بتنتقل من بورس عيد بتروح سينة تقريبا في ست دقايق ايه ده معقولة؟ يعني احنا النهاردة هنبعد عن كبري السلام وعن نفق احمد حمدي اللي احنا بنعب به بالليام وحركة التجارة تعال اسأل النهاردة حضرتك بقى حد من اهلنا في سينة كده وتقوله البضاعة اللي كانت بتجيه لك وبتجيه لك بعد اسبوع او الحاجة اللي انت بتحاول تسافر من سينة تطلع للوادي وتعب بالليام النهاردة هتنتقل في دقايق معدودة تصدق ده؟ النهاردة لما تكلم مستثمر اجنابي وتقوله احنا النهاردة عندنا طرق انجازها في ايام معدودة او شهور معدودة بتتكلف تمانية ونص مليار جنيه مصري بتربط السواحل كلها مع بعضها فاستصمارك هيكون لي حركة تيسير يبتدي يستمعلك يبتدي يتفهم قدية المجودة اللي انت بتعمله لما نقوله النهاردة ان احنا عندنا رؤية عندنا خطوط عرضية كده الطرق كلها ترتبط ببعضها كل المحافظات ترتبط بالبحور بالبحر الاحمر او البحر المتوصف وخطوط كمان طولية هنشوف من اسكندرية لغية اسوان تحت ان شاء الله في تخططنا ان يكون عندنا توسع كبير عمراني الكلام ده ما يعجبش حد لا يعجبنا طبعا النهاردة خلينا بنشوف ان احنا بنتحسن اقتصاديا بنتحسن عمرانيا النهاردة فيه نقلة حضرية كل ما بتكون فيه عمران في البلد كل ما الانسان بيلاقي الخدمة اللي هي بيطليق بيه اعتقد دي امور همه جدا سعيدة